اهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الاهلي طبعا طول ما الاهلي في ظهره هذا الجمهور جمهور الكبير الشعبية الاعلى جمهور اعظم نادم في الكون جمهور دايما رافع شعار السقة الكاملة في لعبته واجهزته لغاية ما بيقودها دايما لمنصات التتويق الحقيقة الدور الافريقي كشف عن ظاهرة تحكمية غريبة جدا خلتنا نقول عادل ومارية في ايه بجد هذا السنائي عادل زوراق المغربي ومارية حكمة من موريشيا انتوا متخيلين ان ظهورهم شبه الدائم على الاهلي في المباريات الاربع الاخيرة اللي الاهلي لعبها الاتنين في غرفة الفار والغريبة جدا في كل مباراة بيكونوا موجودين فيها يتم التفاضي التام للاهلي عن حقوق واضحة جدا بالذات في ضربات الجزاء او طرد العديد لا يتم استدعى الحكم ولا يستدعى الحكم طب الاهلي سكت ناس كتيرا سألت هو الاهلي سكت ليه؟ الحياة الاهلي النهاردة بعت مذكرة الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الجهة المسؤولة فيما يخص التحكيم عن هذه البطولة ارسل النادي الاهلي صباحا اليوم خطابا الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بخصوص الاخطاء التحكمية المتكررة بحق فريق الاهلي خاصة في المباريات الافريقية الثلاثة الاخيرة سواء في لقاء السوبر مع التحاد العاصمة الجزائري الذي جرى بالمملكة العربية السعودية يوم 15-29-23 او في اولى مباريات الاهلي في الدور الافريقي امام سيمبان تازانيا التي اقيمت بدار السلام يوم 20-10-23 واخيرا مباراة الزهاب في الدور قبل النهائي بذات البطولة امام سانداونز الجنوب الافريقي والتي اقيمت في بيريتوريا امس كل هذه المباريات بحسب بيان الاهلي كل هذه المباريات شهدت اخطاء تحكمية اثرت بشكل مباشر في نتائجها وهو امر يعكس صورة سلبية عن الكرة الافريقية طلب الاهلي في خطابه من الكاف اتخاذ خطوات عاجلة لاعادة الامور الى نصابها الطبيعي وان يحرص السادة الحكام على تحقيق مبدأ العدالة بين الفرق المتنافسة لضمان نجاح المسابقات الافريقية وهذا هو ما يملكه الاهلي ويفعله الحكماء على فكرة الكلمة للمهندس عادل بيقولها دي مهمة جدا ليه؟ لانه ألاقي ناس كتيرة يقولك يا فرحاتنا هيعمل ايه بالاحتجاج؟ طب هيعمل ايه اكتر من الاحتجاج؟ لو الناس فهمة ان انت المفروض تنسحب من البطولة فكرة الانسحبات وفكرة ان انت تسيبها لغيرك دي مسألة خلاص عاف عليها الزمن لانه كمان حتى البطولات اللي انت بتشارك فيها بتشارك بتعاقدات وبالتزامات وبضمانات وبغرامات وحاجات كتيرة قوي خليك ان انت عشان تنسحب اولا ده مبدأ غير رياضي لا والتجربة اثبتت ان احنا دفعنا فطورة وانت بتدفع فتح الباب راغي لحد النهاردة انت بتساعد غيرك لكن ان انت تفرط في حقك انت لا تملك غير ان انت تعترض وبقوة وتحط الناس قدام مسؤولياتها لكن اكتر من كده يعني اللي معترض على حل زي كده هو لا يملك حلا اخر لا يملك حلا اخر سوء ان انت تمشي والاهل ما بيلعبش لوحده يملك حلين انك تقوى لدرجة ان انت يقدر تتجاوز يصعب اقدار حقوقها بس ده مش مش الحل اللي بيمشي في كل مرة احنا بنشوف فوق ده كبيرة جدا بتخسر بطولات يا سيد إبراهيم بخطأ وعندما تقول خطأ عايزة توقف من كلمة خطأ وخطيئة خطأ ان يحصل مرة او يحصل بمعيار واحد على الفرقتين لكن الخطيئة ان يتكرر الامر بشكل مريب ومن نفس الاشخاص تقريبا يبقى ده مش خطأ طيب التعيين يكشف نوايا صاحبه لان انا لما لعب اربع مباريات يتكرر لي فيها غرفة الفار الى الدرجة ان الحكم المغربي اللي كان اعتزل ورجعوه عادل زراق يلعب ثلاث مطشاة للأهل من الاربعة الأهل والتحاد العاصمة هدف كهرباء ملغي وضربة جزال كهرباء رفضها الأهل والسنبة في القاهرة مش رفضها ما استدعاش ما هو يعني ما نوهش إليها الأهل والسنبة بالقاهرة ضربة جزال الكهرباء الأهل والسنداونز مبارح ضربة جزال بيرستاو واثنين طرد يا أستاذ براجل طرد أهم من ضربات الجزال واتغادة عن الطرد يعني عادي أقول حاجة بس يعني لما سنداونز يكسب بيترو قتلتكو في ملعبه اثنين ويطرد منه لعيب فمقدرش يجيب أي جون عشان ما طرد منه لعيب ويتعادل صفر صفر يبقى ده معناه أن الطرد مؤثر عن نتيجة أنا كسبت بيترو قتلتكو في أنجولا جاي في ملعبي عشان اتطرد مني اللي عيب معرفش أغلبه فالطرد لا مؤثر بالنقص العدد بيأثر ده يأثر عن مطشيت وده حق طيب الستمارية بقى أولا هي من موريشيس يعني برضو حتى التحكيم في موريشيس أو الكرة وما أعتقدش أنه عندهم تقنية الفيديو لكن إنك أنت تبقى فيه واحدة محكمة من موريشيس تحطها في الأهلي تلعب مطش الأهلي والتحاد العاصمة على بطولة وتشهد وبعدين هي الغريب جدا أن أنت حطتها حكم أول يعني الرجل المغربي ده اللي أنت مرجعه بخبراته من اللي اعتزال حطه مساعد قاعد جنب الست مورية وما تفهمش إيه قاعدته باستمرار هو المساعد لمورية طب هو إذا كان أكفى وأكثر خبرة هو المفروض الحكم الأول حكم الفار الأول وإذا كنت عايز تدي مورية خبرة فلتكون مساعد لكن إيه فكرة أن أنت تصدرها للأهلي لدرجة في ماتش الاتحاد العاصمة وماتش سندون والتاني يلعب ثلاث ماتشات من الأربعة بالمناسبة اختار لمباراة الأربعة تاقم الحكم سنغال عيسى سي وبيساعدوا مواطناه جبريل كامارا ونوها بن جورا والحكم الرابع نوها بردو؟ ها علاوه محمد من تشاد ها علاوه محمد من تشاد وفي غرفة الفار الجزائري الحلو إبراهيم ودنيال لاريا من غانا يعني التالي زمان أنا معرف شو هو الاسم بعد ذلك اسمه نوها بنجوري نوها ممكن يبقى نوح ممكن يكون نوها يعني ها علاوه محمد من تشاد